موسيقى يضطر بعض طلبة الجامعات في الأردن للعمل بوظائف متعددة خلافاً لتخصصات دراستهم في الجامعة لتأمين مصاريفهم وأقصة جامعاتهم ولربما لتأمين مستلزمات أسرهم في الزرقاء وكغيرها من المحافظات يعمل الطالب الجامعي بوظيفة ويتعرض لمشكلة توفيق بين الدراسة والعمل واستغلال صاحب العمل لحاجة الطالب وذلك بفرض ساعات عمل كثيرة وبمرتب أقل من المعتادة من الزرقاء نتابع معنا التقرير التالي تدفع الحاجة والرغبة أحياناً في الاستقلال والاعتماد على النفس معظم طلبت جامعات وكليات الزرقاء إلى خوض تجربة العمل وهم على مقاعد الدراسة والتي قد يتعرضون خلالها إلى الاستغلال وانتقاس حقوقهم من قبل بعض أرباب العمل أكيد في استنزاف للطاقات وفي مشكلة في استنزاف لطاقتي بين الدراسة والعمل لأنه صعب الموازنة بين أنك تكوني عم تدرسي في جامعة أو في غض النظر ومن بين أنك تكوني عم تشتغلي كمان لأنه أصحاب الأعمال بيستغلوا طلاب الجامعة بينهم وقت أكثر ورواتب أقل فلهيك بتواجه صعوبة في أنك أنت تكوني بتشتغلي وبتدرسي في نفس الوقت ويفضل أصحاب العمل توظيف الطلبة نظراً لتدني المرتبات التي يتقاضونها ولأنهم لا يرتبون عليها التزامات قانونية مكلفة نسبياً مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها وقد رافقنا أحد الطلاب الجامعيين في مكان عمله عطف لوريدات طالب الإعلام في السنة الثالثة يمزج ما بين العمل والدراسة ويعيش حياته لتأمين متطلباتها إضافة إلى كسب الثقة بالنفس والإحساس بالمسؤولية تجاه نفسه وإنه قادر على الإنتاج في مجتمعه طبعاً أنا قررت أني أدرس وأشتغل أولاً لتحمل المسؤولية يعني أكون قد المسؤولية وأشتغل من صغير يعني البني آدم عندما يشتغل ويدرس بيكون هو إنسان يتحمل المسؤولية كبيرة وهذه الأشي اللي قدام بيخليه أنه هو صاحب مسؤولية وصاحب قرار مش أيحد بيقدر يوازن بين أنه يشتغل ويدرس يعني موضوع أن يشتغل ويدرس هو صعب جداً بدك بني آدم يقدر يقدر بين الدراسة وبين الشغل بحيث أنه ما يقصر بدراسة ولا يقصر بشغله برضو الشغله هو أمانة والدراسة وهي مستقبله وبالنسبة للموازنة بين الشغل والدراسة طبعاً أكيد أولها تغلبت لكن بعد ذلك ساعدوني لمستشفى تعاطفوا معي يعني القسم اللي بأشتغل فيه أو المؤسسة اللي بأشتغل فيها تعاونت معي جداً والحمد لله كان فيه تنسيق يعني صباحاً بالجامعة ومساءاً بالشغل للعمل أثناء الدراسة فوائد جمّة إلا أن المعاناة تقف بعدم قدرة الطالب على المزاوجة بين العمل والدراسة وإن كلاهما يؤثر على الآخر لطبق المحاصلة النهائية التي يبحث عنها الطالب لتيسير أموره واكتسابه الخبرة في مجال الحياة تستحق العناء والمثابرة حل صدقاء لبرنامج من نوفينا اشتركوا في القناة